زيكم؟ عاملين ايه؟ يارب يكونوا بخير؟ الفيديو انا جاي بمعلومات عن شركة ابل طبعا هي مش كل المعلومات عن شركة ابل هي بعض المعلومات وده عشان ما طولش قوي في الفيديو يعني حاولت اجيب اللي هو اهم حاجة والخص المعلومات على قد مقدر الفيديو فيه معلومات اتمنى انها تفيدكو واتمنى كمان الفيديو يعجبكو مش عايز اطول عليكو يالله بينا شركة ابل اتأسست في 1 ابريل سنة 1976 ومكرها رئيسي في كوبرتينو كاليفورنيا طبعا اغلبنا عارفين منتجات ابل وهي الالكترونيات بصفة عامة اللي أسسه ابل هو ستيف جوبس وستيف اوزيناك ورونالد وين وكانت الشركة اصلا لما أسسوها كانت للحواسيب الشخصية وكان اول جهاز اتعمل او حسوب اتعمل كان ابل وين اللي هو صورته قدام حضراتكو دلوقتي سنة 1977 بيع رونالد وين حصته في الشركة لستيف جوبس وستيف اوزيناك والكلام ده كان مقابل 800 دولار ووقتها قدم المليونير مايك ماركل الخبرة التجارية المطلوبة والتمويل بمقدار تقريبا 250 الف دولار سبب تسمية شركة ابل ستيف جوبس سماها ابل علشان هو قبل ما يبدأ في ابل او قبل ابل يعني كان شغال في بستان للتفاح وهو كان بيعتقد ان التفاح هو هي الفاكهة المثالية وكمان من ضمن الحاجات اللي كان بتعجيبه في التفاح ان التفاح مش بيلحق بيه ضرر بسهولة يعني كان شايف ان التفاح مش من الفاكهة اللي بتبوز يعني بالبلدي بسهولة وبعد كده قدر جوبس وزنيت خلق منتجات متقرة ساعدته في زيادة مبيعات شركة ابل بقيمة مليون دولار ولكن الشركة وجهت بعض الاوقات الصعبة وده كان وقت يعرض منتج ابل لسه وكلام ده كان سنة 1983 كان مقابل 10 تلاف دولار ولكن للأسف المنتج ده منجحش وسنة 1985 تم طرد جوبس وبعد صراعات مع الرئيس التنفيذي ولكن بعد كده رجع تاني جوبس للشركة سنة 1997 ورجع عشان يقدم فكر جديد لشركة ابل وبدأ بتغيير ثقافة وسياسة الشركة ووضع سياسة حماية التكنولوجيا وبدأ ساهم في توسع خطوط انتاج جديدة داخل الصناعة الالكترونية وسنة 2007 قام ستيف جوبس بعرض الهاتف الايفون اللي هو كان لسه بداية اول هاتف ايفون لأبل طبعا زي ما اغلبنا عارفين ان شركة ابل هي من اكبر الشركات اقتصاديا في عالم التكنولوجيا القيمة السوقية لشركة ابل تتجاوز التلاتة تريليون دولار ودي كانت نابزة مختصرة او بعض معلومات عن شركة ابل اتمنى ان الفيديو يكون فاتكو لو عجبك الفيديو او عجبك ما تنسوش تتعموني بلايك ولو مش مشترك او مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات النوع متشاكر اوليكو مع السلامة